مع حضراتكم مرة تانية مشاهدينا مكملين معاكم فقراتنا النهاردة وعن رحيل دكتور عزازي علي عزازي عن عالمنا منذ أيام الحقيقة أنه ناس كتير والكل بيفتقد مناضل صحفي مصري مخلص زي الكاتب الصحفي الكبير دكتور عزازي علي عزازي مش بس كده أنه كان محافظاً للشرقية وأعتقد أنه جناسته كانت مليئة بالشخصيات المنضلة كان صديق شخصي لأستاذ حمدين صباحي كان ليه رأي خاص جداً في ترشح حمدين صباحي للمرة التانية كلام كتير جداً هنتكلم فيه عن الراحل عن عالمنا دكتور عزازي علي عزازي مع الأستاذ أحمد عاطف الصحفي بجريدة الوطن أستاذ أحمد صباح الخير صباح الخير أهلا بحديتك معنا أهلا بسهلا وفي البداية خلينا نعرف الناس أكتر بدكتور عزازي تقول عنه إيه في البداية دكتور عزازي علي عزازي قيمة وطنية وقامة إنسانية عظيمة فقدته مصر وخسرته خسارة كبيرة لأنه كان واحد من أيقونات النضال في مصر كاتب صحفي ومثقف واعي وملتزم بقضايا أمته العربية وأضايا وطنه وشعبه ناضل من أول ما بدأ وعيه يتشكل في الجامعة حتى آخر يوم في حياته والحقيقة دي مش مبالغة لأنه حتى آخر يوم كان متعلق رغم مرضه بكل ما يتعلق بمصر وما يحيط بها من مخاطر وما تتعرض له من أحداث طول الوقت كان دكتور عزازي مؤمن بالثورة ومؤمن بالشعب المصري وقدرته على الثورة وعلى إرساء قيم العدل والحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية وناضل من أجل هذه الثورة وحرّض عليها وبشر بيها وعاشها وعيشناها معاه ومات الله يرحمه قبل أن يرى ثمار هذه الثورة تدخل جيوب وقلوب المصريين لكن عزقنا فيه أنه روحه اللي هتفضل وسطنا وهنتفضل عايشة معنا هتدينا المدد وهتدينا العون على أننا نكمل نفس مشوار النضال حتى تتحقق أهداف هذه الثورة العظيمة إن شاء الله الله يرحمه طبعا طيب خلينا نتكلم عن أهم الأراء لدكتور عزازي فالأوضاع في مصر بشكل عام من وقت 25 يناير لحد النهاردة كان شايف إيه كان بيأمل بإيه كان بينصح بإيه كان بيوجه لإيه يعني عايزة أعرف أكتر محطات اللي كان بيقف عندها في اللي حاصل في مصر وفي الأوضاع المصري القضية المحورية في حياة الدكتور عزازي علي عزازي واللي ناضل من أجلها طويلا وكثيرا هي قضية الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية دول كانوا متلازمتين في نضاله ونضال الحركة الوطنية المصرية اللي كان جزء رئيسي منها والطيار النصيري باعتباره واحد من رجاله وقياداته التاريخية كان في قلب هذه الحركة الوطنية اللي بتطالب بالاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية كان بالضروري إذا تحقق الاستقلال الوطني وخروج مصر من التبعية لأي قوة خارجية بتأكيد كانها تحقق تباعا العدالة الاجتماعية والهدفين دول كانوا هدفين رئيسيين في ثورة 25 يناير وده ما كانش غريب على ثورة الشعب المصري الأهم في نضال الدكتور عزازي هو منهضته للتطبيع مع الكيان الصهيوني ودفع سمن هذا النضال من حياته ومن حريته كثيرا من سنوات الإبعاد عن العمل في مناصب رسمية والملاحقة الأمنية وخلافه من ضرائب النضال كانت بتشغال هذه القضية ودفع تمنها غيري بالتأكيد الدكتور عزازي علي عزازي تبنى قضية الشهيد البطل سليمان خاطر ابن الشرقية اللي قتل عدد من جنود الاحتلال الصهيوني على خط النار على خط الحدود المصرية الإسرائيلية لأنهم تجرأوا على العلم المصري وأهنوه فكان منه كبطل مصري شجاع وجندي في صفوف الجيش المصري العظيم أن أطلق النار عليهم وقتلهم سليمان خاطر قيل أنه انتحر في السجن ولكنه بالتأكيد بطل بقيمة وقامة سليمان خاطر لا يقبل على الانتحار لأنه كان بالشواهد العملية كان في طريقه لدراسة كلية الحقوق داخل سجنه بعد أن طبعا ما خضع عليه محاكمة عسكرية نتيجة العمل البطولي اللي قام عليه ودي محاكمة تشرفه وتضعه في مصف الأبطال اللي لازم يخلدهم المصريين والشعب المصري وأي حكومة أو سلطة بتحترم قيمة العمل الوطني وقيمة البطولة داخل صفوف الجيش أو خارجه حتى لابد أن تكرم هذا البطل العظيم سليمان خاطر اللي الدكتور عزازي تبنى قضيته منذ القائل قبض عليه لأنهم كانوا أبناء قرية واحدة قرية أكياد بمحافظة الشرقية وتبنى قضيته وتبنى نشرها وإصارتها قضائيا وإعلاميا في وقت كانت السلطة فيه في منتهى لاستبداد سلطة مبارك اللي عز الإسرائيليين في جنودهم ولم يعز الشعب المصري عندما قتل سليمان خاطر داخل السجن دكتور عزازي كان له الفضل هو وآخرين بالطبع من رفاق نضاله في الحركة الوطنية في إصارة قضية سليمان خاطر حتى بات سليمان خاطر أيقونة من أيقونات منهضة التطبيع مع الكيان السهيوني في مصر أيضا كان فيه اسم آخر مهم جدا في هذا الإطار اسم البطل أيمن حسن ابن الشرقية أيضا اللي قام بعملية فدائية وسلم نفسه للجيش المصري لوحدته في الجيش المصري بعد تنفيذ هذه العملية وتعرض لمحاكمة وسجن ثم أمضى فترة سجن وخرج بعدها وهو حاليا مواطن عادي لكنه لم يلقى أيضا أي تكريم حتى اللحظة تكريم سليمان خاطر وتكريم أيمن حسن أبطال منهضة التطبيع مع الكيان السهيوني والأعداء الواضحين والأصيلين للكيان السهيوني في مصر تكريمهم أظن أنه هيريح روح الدكتور عزازي علي عزازي اللي تبنى قضيتهم في فترة نظام حسن مبارك ونشرها على أوسع نطاق وتبناها على المستوى النضالي والمستوى القانوني والمستوى الإعلامي وبالتأكيد هؤلاء هم شرف لهذه الأمة مثلما كان الدكتور عزازي علي عزازي ونضاله وتاريخه وكتاباته واحترامه لهذا الشعب وتقديره له كان شرفا يفتخر به ويعتز به أكيد نتكلم عن جزئية هامة جدا وهي جزئية العزاء والجنازة وأعتقد أنه كثير من الشخصيات كانت حضرة جنازة الدكتور عزازي نتكلم أكتر عن الجزئية دي أنا تبعت جنازة الدكتور عزازي علي عزازي لأني لم أتمكن من المشاركة فيها لكن كان فيه مشهد ملفت جدا فيه مشهد الجنازة اللي بنشاهدها دي مشاهد من العزاء لكن الأهم في مشهد الجنازة هو أصدقاء عمر وأصدقاء نضال ورفاق داخل السجن وفي الميادين وحتى آخر يوم في حياته كانت أرواحهم معلقة ببعضهما واللي كان يرى الأستاذ حمدين في مشهد جلوسه تحت نعش الدكتور عزازي علي عزازي يعني يكد القلب يعتصر من الألم عندما يرى الوفاء الصديق حمدين لروح صديقه عزازي في هذا المشهد كان حمدين بالتأكيد في مقدمة المستقبلين لجسمان الدكتور عزازي في مطار القاهرة وغادر أصدقاءه ومشيعيه إلى الشرقية اللي كان ملفت جدا في المشهد أنه جنازة الدكتور عزازي علي عزازي كانت جنازة طليق بابن مصر بواحد من أبناء مصر البررة شيعوا كل محافظة الشرقية كبارا وصغارا ورجالا ونساءا أستاذ غطاسي يعني رجال كتير جدا من رجال السياسة والفن والقانون الأستاذ خالد علي يعني ناس كتير جدا الحقيقة رجال سلطة ومعارضة ومن كل الطيارات لأنه الدكتور عزازي كان محل محبة واحترام شديد من كل الأطياف الوطنية كان متجاوزا لأي خلافات سياسية وكان متجاوزا لأي خلافات حتى شخصية كنا نختلف تأكيد كل الناس كانت حاضرة كنا نختلف معه سواء في عملنا في جريد الكرامة أو على المستوى السياسي كنا نختلف اختلافات مهنية واختلافات سياسية لكن بطبته الشديدة وأدبه الجم وروحه المتوضعة والمرحة كان يتجاوز كل هذه الخلافات بمجرد انتهاء المناقشة كان كأن شيئا لم يكن وكأن أي خلاف لم يحدث مصر كلها ودعته ومصر كلها كانت في جناسته وهو كان معنا في جناسته بروحه الطهرة وكان معنا في عزاؤه روحه بترفرف على المشيعين وابتسامته الجميلة كانت على البانر الموجود في العزب بتدينا كل طاقة الأمل الممكنة لأن نكمل مشوار هذا المناضل الرائع الجميل الدكتور عزازي علي عزازي الله يرحمه ويلحقنا بيه على خير ونوعده أن احنا مكملين مشوار نضاله علشان الثورة تحقق أهدافها وعلشان مصر ترفع رأسها ما تبقاش تابعة للأمريكا ولا لأي قوة عزمة أخرى وعلشان مصر تفضل عدو للكيان الصهيوني الغاصب المزروع في قلب وطننا العربي وعلشان مصر تفضل هي وشعبها بتناهد التطبيع مع الكيان الصهيوني دي يعني لو قدر للدكتور عزازي علي عزازي أن يكتب وصية لكتب فيها أن ظلوا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني أن ظلوا ضد التطبيعية لأي قوة عزمة أن ظلوا محافظين وقابدين على أهداف الثورة علشان فقراء هذا الوطن اللي عاش علشانهم الدكتور عزازي علي عزازي وناضل الكثير بالضبط يخضوا حققهم الفقراء يخضوا حققهم بعدها لاجتماعية حقيقية تنصف الفقراء وتمنحهم العيش وفرص العمل والحرية وحرية الاختيار وحرية القرار والديمقراطية والكرامة الإنسانية اللي يقدروا يرفعوا رأسهم بها جوة مصر وأمام العالم كله نعم ماذا فقدنا برحيل الدكتور عزازي؟ احنا لم نفقد مع احترامي لسؤالك احنا لم نفقد برحيل الدكتور عزازي سوى جسده أما روحه فهي بقية القيم النضالية اللي عاش علشانها هتفضل بقية بيننا طول ما احنا محافظين على العهد وطول ما احنا مؤمنين بما كان يؤمن به من أهداف وقيم نضالية عظيمة أبرزها زي ما قلت العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني ومنهضة التطبيع والإيمان بالشعب المصري كان رحمه الله مؤمن إيمان شديد بقوة هذا الشعب وعبقرية هذا الشعب ده كان بيبان في حواراته وبيبان في كتاباته وبيبان في حياته الشخصية كان ملفت جدا أنه صديق للبسطاء مش صديق للكبار كان يحب البساطة في حياته وفي رفقته وفي تصرفاته كان يفضل أكل الفول والكشري على اللحوم والمشويات على سبيل المثال لو هنذكر أمثلة كان يفضل الموظف على المدير العامل على الموظف يفضل الصغار في السن الشباب ويصاحبهم ويصادقهم أكثر مما يجالس الكبار من الأصدقاء والزملاء رحمه الله رحمة واسعة كان بنا نبراس وسيظل نبراس وكان دليل وقائد ومعلم بيستقي قوته وحلمه وأمله من الشعب المصري اللي إيمانوا به دفعوا إلى صورة عظيمة زي صورة 25 يناير وصورة 30 يونيو اللي أول من تنبأ بيها وحرد عليها كان له هذا الشرف دكتور عزازي عندما أعلن استقلته من منصب محافظة الشرقية يعني إعرابا عن رؤيته المستقبلية لحكم الإخوان ورفضه للتعاون معهم وأن يكون جزءا من نظامهم وسلطتهم وحكومتهم لأنه بالتأكيد مشروعه الشخصي والسياسي كمناضل قومي وناصري محترم بالتأكيد لن يتقطع أبدا ولن يتوافق أبدا مع مشروع الإخوان مشروع عزازي على عزازي اللي كان بيرتكز على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني بالتأكيد لم يكن يتوافق مع مشروع الإخوان المكلة البعار التبعية والمكلة البعار احتقار الشعب المصري ومعادات الشعب المصري والانتصار لجماعة إرهابية على حساب الدولة والانتصار لجماعة أكثر من الوطن بكل تأكيد إذن فنحن لا نفقد سوى وجوده معانا في حياته النضالية وفي كتاباته وفي مشواره ولكن زي ما كنت حدثك بتقول أن مشواره هيتكمل بتلمزته بأصدقاءه بكل من حب فكره وكل من دعم فكره أطلب منك أن تتحكي لنا عن موقف لا ينسى حصل ما بينك وما بين الراحل الدكتور عزازي مش هقدر أذكر موقف وحيد لكن هقدر أذكر الموقف الأكثر مرورا بذاكرتي يعني موقف كان بيجمعنا في جريدة الكرامة يوم 11 فبراير عندما أعلن تنحي حسني مبارك وكان هو رئيسا لتحرير الكرامة وكن رفاق زملاء وأصدقاء في الجورنال وقت إذاعة التلفزيون المصري لنبأ تنحي مبارك عن الحكم وأتذكر كم السعادة والفرحة الغامرة التي كانت على الدكتور عزازي وعندما سمع بهذا الخبر وكطفل صغير رقص فرحا من مقر الكرامة في شارع أصر النيل حتى ميدان التحرير وكان ليه الشرف أني التقدت لي بعض الصور الفوتوغرافية والفيديو هو الدكتور عمر حلمي وآخرين من رفاقه اللي كانوا في قلب الثورة المصرية كنا في جريدة الكرامة بنعد العدد اللي هيصدر صباح اليوم التالي صباح اليوم هو 12 فبراير ومجرد إعلان خبر التنحي طرنا على الميدان وكان في المقدمة الدكتور عزازي عالي عزازي يرقص فرحا بتحقيق حلمه العاش يناضل علشانه 30 سنة وواجه علشانه سلطة مبارك بغشامها واستبدادها طوال 30 سنة السلطة اللي حبسته علشان كان بيشارك في رفض التطبيع رفض الوقع التي سجن الوقع الرئيسي اللي سجن عشانها كانت مشاركته في مظاهرة ضد المعرض الصناعي الإسرائيلي في معرض القاهرة في أرض المعارض في فترة التسعينات دموعك هي حزنا على فراقه؟ دموع محبة خالصة ولا محبة لدكتور عزازي؟ دموع محبة خالصة أتمنى أن تليق بروح الدكتور عزازي وأتمنى أن تليق بوفاءه لمصر وإخلاصه لها ونضاله من أجلها ومن أجلنا هو ترك تلاميذ أوفياء وترك أصدقاء أوفياء هيظلوا على عهدهم معاه وعلى عهد محبته قبل عهد النضال من أجل هذا الوضع إن شاء الله وأعتقد أنه استكمال مشواره من قبل تلاميذه زيك وزي غيرك أكيد من الصحفيين والكتاب والمناضلين والسياسيين هو ده أكبر شيء ممكن يقدم لروحه ولمشواره النضالي الطويل اللي أكيد أنت بتفخر أنك كنت واحد من تلاميذ وإحنا كمصرين بنفخر أنه عندنا حد زي كان دكتور عزازي رحمه الله الحمد لله على كل حال والحمد لله على أن ألهمنا الصبر على تحمل وجع فراؤه وإن كان لي أني أن أوجه له رسالة أو كلمة وهو في عالم أفضل بالتأكيد فأنا بقوله طمئن يا دكتور عزازي ولتهدأ روحك وليهدأ شغفك على مصر وقلقك عليها نعم كأنك بيننا روحك هتفضل معنا ونضالك يعني خط مستقيم سنظل نمر عليه حتى يتحقق لهذا الشعب العظيم ما أنا ضلت من أجله من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية واستقلال وطني وأن يعيش هذا الشعب العظيم في وطن عظيم يليق به ويليق به نضاله وتضحياته نحن مقبلين على انتخابات رئاسية وخارجين من ثورتين وأمامنا مشوار طويل جدا علشان نحقق أهداف ثورتنا ونحقق ما كان يحلم به الدكتور عزازي علي عزازي ورفاق نضاله وكل اللي نضله من أجل هذا الوطن إن شاء الله كل ما نضل لهذا الوطن إن شاء الله يتحقق كل ما كان يحلم به وكل ما كان يأمل ليه الكاتب الصحفي والمناضل السياسي وأحد تلامزة الدكتور عزازي الراحل عن دنيانا الكاتب والمناضل والسياسي المعروف أنا بشكرك أستاذ أحمد عاطف على وجودك معنا النهاردة الصحفي بجريدة الوطن مشاهدين الكرام بعد الفاصل نستكمل فقراتنا خليكم معنا